يمكن إحنا متعودين أنه عندنا مهرجانات في مصر بسيطة دائما مهرجانات سينمائية فنية غنائية حتى بس فكرة أنه يكون مهرجان يجمع كمان الفن مع الرياضة ده بالنسبة لنا مش يعني مش متعودين عليه حاجة جديدة شفت إزاي مهرجان العالمين الجديدة لو هنتكلم من الجانب الرياضي من ناحية المشاركة مشاركة الرياضيين حتى الفعاليات الرياضية اللي كانت موجودة طيب خيانا كده مع مهرجان العالمين نفسه فان أنت قلت فكرة إلا هو الترفيه ترفيه شامل مش قصة فن بس ولا ترفيه بس أو فنون شعبية وثقافية لا كمان فعاليات رياضية بألعاب مختلفة مش حاجة واحدة حتى لو شفنا زي دولة مثلا مصر بتصديف بطولة أفريقية لكرة طائرة فخلاص أنت عارف أن في لابد الكرة طائرة بتصديفها تيل بطولة لا أنت بتعمل فعاليات مختلفة وكمان في مكان مختلف لأن دايما الألعاب الشاطئية تختلف عن الألعاب العادية وزي قلت من شوية إحنا في الصيف معروف في الصيف يعني بحر ورملة فأنت لما تجمع بين المنظر أو الفيو اللي بتشوفه البحر وقراق البحر متوسط طبعا والرمال والشاطئ الموجودة الشاطئ العالمين الجديدة والإنشاءات الضخمة المعمولة وتعمل فعاليات رياضية مختلفة بمشاركات متنوعة ما بين النجوم محليين كانها سياحة داخلية ما بين نجوم عرب فبالتالي سياحة إقليمية للمطار العربية وكمان نجوم عالميين فيبقى سياحة دولية يعني بتشمل العالم كله يمكن إحنا كان بقالنا فترة أو يمكن زمان ما كانش عندنا موضوع مفهوم السياحة الرياضية يمكن أنا فاكر كان فيه جامعات نينادوة الدكتور أشف صبح وزير شاب الرياضة وكنت بتكلم معاه عن مصر ليه بقاش عندها بطولة دولية في التنس زي بنشوف بعض الدولة العربية لأن التنس تحديدا لها جمهورها وبنتجزب كمان السياحة الرياضية بشكل كبير فاللي عندنا فكرة إن شاء الله في المنزل تقبل هنعمل حاجات من دي فالعالم العالمين أو مراجعنا العالمين الجديدة يعني بلور الموضوع ده فكرة السياحة الرياضية فيه أنواع سياحة كتير منها السياحة الرياضية إزاي بتيجي السياحة الرياضية؟ تبتي بطولة جودو كمان ها بطولة شدو عربية للجودو فيه أول حاجة بدأت بطولة التيك بول والتيك بول دي حاجة شابه تنس الطاولة والكورة لها الترابيزة شابه تنس الطاولة بس فيها كيرف شوية وبتلعب ممكن واحد قدام واحد أو اتنين قدام اتنين وجي فيها نجوم عالميين ممكن دي كانت أول فعاليات العالمين الجديدة اللي بقى تخلي ناس تبصوا وتشوف إيه اللي بيحصل ودي كانت أول مرة في مصر كمان أول مرة أول مرة أول في مصر والتيك بول كمان ممكن تعملها في مكان زي هنا كده في ستوديو أو في صالع بشكل مغلق وفيش مشكلة لكن تعملها وهقولك تاني المنظر بتاع البحر وراك شايف الترابيزة والناس تلعب مشهد نادر حد يشوفه ويفتح النفس فعلا يعني اللعب مدرجات الجمهور بيتفرج بيستمتع باللعبة يستمتع بالأجواء اللعبين كمان بيستمتعهم طبعا شكل كبير جدا بعد التك بول كان فيه كمان البطولة للكرة القدم الشاطئية وزي ما قلت من شوية اللعب الشاطئية بتاعي مختلفة لها رونك مختلف عن اللعب العادية ففيه كرة قدم الشاطئية اللي هو رملة والناس اللي احنا كنا زمان نلعب على الشط طلعا بقت لها لعبة موجودة رسمية ولها منتخبات والتحادات وكان طبعا فيها معظم نجوم الكرة المصرية وكان فيه تقرير استعرض من شوية عن اللعبة دي أو اللي حصل فيه العالمين اللي كرة القدم الشاطئية وردو دي تجذب السياحة الداخلية خلت الناس تشوف النجوم القدام بتوع منتخب مصر وتفرجوا عليهم وكانت المنافسة شارسة جدا كمان يعني موضوع ما اقتصرش على كرة قدم وتيك بول اللي برضو تيك بول فيها كرة بطولة البدل الدولية اللي اتعملت ودي بطولة انا شايفها مهمة جدا لان اللعبة البدل انتوا اكيدوا واخدين بالكم والناس كلها اخد بالها بدأت تاخد شهرة كبيرة اول فترة في كل الاندية ومراكز الشباب والاماكن بقت فيه لعبة البدل موجودة وزي ما كنا بنشوف دايما الحجز كرة بقى فيه دلوقتي حجز بدل والناس بقت عارفة السعب كزا ويروحوا اصحاب اربعة مع بعض ولعبوها ويرفقوا وعد اللعبة الاجمل ان احنا في مصر هنا قريب عملنا بطولة البدل في العصام الادارية الجديدة وتم اعتمادها بطولة دولية سنوية يعني كل سنة هتتعامل بعد طبعا النجاح الكبير الحقيقة والنسخة القولة منها عملنا نفس الفكرة بطولة البدل ولكن في العالمين هارجع اقول تاني ان الفيو مختلف انت لعب لعبة البدل لكن حاطة الصالة المكان اللعب الارينة بتاعتها والبحر وراك وانت شايف البحر الجمهور قاعد يستمتع العابة باستمتعه جبت اللعبين من كل انحاء العالم عشان تبطولة دولية بطولة البدل الدولية وان شاء الله اعتقد انها تستمر زي بطولة البدل في العصام الادارية الجديدة